ازاي نوقف الرندر ونرجعه ونكمله ودلوقتي واحنا بنعمل رندر للكاميرا دي عايزين نتعلم شوية حاجات ممكن تكون مفيدة في وقت الرندر اول حاجة في الوقت اللي الكمبيوتر بيعمل رندر فيه غالبا هيبقى استهلاك البروسيسر بيبقى شغال بقوة 100% وده هيخلي الشغل على برامج تانية وانت بتعمل رندر ابطأ كتير لو احتاجنا نشتغل على حاجة مستعجلة مثلا والكمبيوتر لسه بيعمل رندر فيه حركة ظريفة علشان نعمل كده اول حاجة هنفتح الـ Task Manager باننا نعمل Right Click على الـ Task Bar وحنختار Task Manager هنروح على صفحة Details وندور على الـ Process بتاعت الـ 3D Max وحنعمل لها Right Click وحندوس Set Affinity هتتفتح لنا الصفحة دي اللي فيها ممكن نشيل العلامة من على الـ Processorات اللي عايزين نخليهم يريحوا من عمليات الرندر في الحالة بتاعتنا هنشيل العلامة من على الـ Processor 0 والـ Processor 1 اللي اتنين دول كده مش هيشتغلوا في الرندر وحيبقوا جاهزين لأي برنامج تاني بس طبعا ده هيخلي الرندر ابطأ شوية لحد لما نرجع نعلم عليهم من تاني تاني حاجة بقى لو حبينا نراجع على الحاجات اللي خلصت انها تمام وان مفيش Flicker مثلا اول حاجة هنروح للحتة اللي تعمل Save للصور بتاعت الرندر النهائي فيها وهنا هنلاقي الفريمات اللي خلصت من 0 لحد 27 مثلا طيب دلوقتي فايلات الـ RPF دي مش بتفتح ببرنامج الفوتو فيور بتاع الصور بس نقدر نتفرج عليهم بكذا طريقة تانية الطريقة الاولى هي باستخدام الـ RAM Player وده جوه برنامج الـ 3D Max والطريقة التانية بنستخدم فيها برنامج الـ After Effects علشان نشوف الصور دي في الـ RAM Player بتاع 3D Max يا اما هنعمل Cancel للرندر يا اما هنفتح Max جديد ونسيب القديم شغال في الحالة بتاعتنا هنعمل Cancel للرندر هنروح في الـ Max على Rendering وننزل تحت لـ Compare Media in RAM Player هتتفتح لنا صفحة الـ RAM Player وحندوس هنا علشان نحمل الملفات بتاعت الصور هنروح للحتة اللي فيلات الـ RPF موجودة فيها وحنختار أول Frame وحندوس Open وبعدين هندوس OK وأوكي هنديله وقته وبعدين هندوس Play وهنا هنقدر نشوف تقريبا ثانية من الـ Animation وكده الرندر طالع كويس فاحنا كده ماشيين في الاتجاه الصحيح نقدر نعمل Save للطلع ده كفيلم لو دوسنا هنا على Save Channel A وحنروح للـ Desktop ونعمل Save كAVI الـ AVI ده حيشتغل تمام بس ما عندناش اختيارات كويسة لضغط الفيديو ده لو اخترنا نضغطه حنخسر Quality جمدة وحيدينا حاجة زي كده في حين ان الـ Uncompressed اللي مش مضغوط هتبقى جودته كويسة بس حجم الفايل هيبقى ضخم جدا تقريبا 100 ميجا لثانية واحدة بس من الـ Animation أحسن طريقة بقى علشان نتفرج ونعمل Save للملفات دي هو الـ After Effects وتعالوا نتعلم كده دي بتتعمل ازاي؟ أول حاجة هنعملها هنفتح الـ After Effects وحنعمل Project جديد وممكن نعمل Double Click هنا أو نروح لـ File, Import و File حنروح لـ Folder Final Render وحنختار أول ملف ونتأكد ان RPF Sequence متعلم عليها وحندوس Import حنختار Ignore للـ Alpha Channel وحندوس OK دلوقتي حنمسك الـ Sequence وحنرميه على New Composition هنا وكده بقى عندنا New Composition على Timeline مش هنقدر نشوف الفيلم في النص هنا طول ما احنا فتحين الـ Caps Look فحندوس Caps Look على الكيبورد وكده بانت الصورة وهنا الحتة اللي تعمل لها Render حندوس Space علشان نشغلها ودلوقتي نقدر نعمل لها Render كفيلم باننا نروح على Composition Add to Render Queue فالRender Queue عندنا Output To لو دست هنا على Not Yet Specified هنا بنحدد الفيلم بتاعنا حيتعمله Save فين على الـ Hard خليني اعمله Save على الـ Desktop وحنختار AVI وحندوس Save عند الـ Output Module هنا بنختار الفورمات حندوس على Lossless وممكن نختار فورمات الـ AVI من هنا في النسخ القديمة من الـ After Effects كان فيه اننا نختار الـ MP4 وكان اسمها H.264 بس ما بقتش موجودة هنا على الـ After Effects الجديد فاحنا هنختار AVI وحندوس OK وحندوس Render ودلوقتي عندنا الفيلم كAVI صرته حلوة بس برضو كبير حوالي 74 ميجا لثانية واحدة بس علشان نعمل Render لـ MP4 باستخدام الـ After Effects هنروح لـ Composition وبعدين Add to Adobe Media Encoder Q وده برنامج تاني بيجي مع برامج الـ Adobe علشان نعمل Render ويضغط فيلات الفيديو هنديله وقته يحمل وهنا الـ H.264 ودي الفورمات اللي بتطلع لنا الـ MP4 لو دوسنا عليها عندنا برضو اختيارات تانية كتير هنسيب كل حاجة زي ما هي وحندوس OK هندوس هنا ونحدد احنا عايزين نعمل Save للفيلم فين تعالوا نحطه على الـ Desktop ونديله اسم وندوس Save ودلوقتي الـ MP4 جاهز يتعمله Render هندوس على الزرار الأخضر هنا علشان يبدأ يعمل Render بعد ما يخلص هندوس هنا علشان يفتح مكان الفايل وهو ده فايل الـ MP4 بجودة عالية ومساحته 1.27% من الميجا ودلوقتي احنا وصقين ان الـ Render هيطلع حلو يلا بينا نكمله دلوقتي احنا خلصنا 27 frame يلا نخليه يبدأ من frame 28 هنروح للـ Render Setup ونخلي الـ Range من 28 لـ 300 وحنكمل الـ Render وحنكمل الـ Render